أهلاً بيك في موديول جديد في الكورس بتاعنا لو أنت وصلت لحد هنا وشايف أن الكورس كويس متنساش تعمل ريد كويس الكورس وخلينا نبتدي الموديول بيتكلم عن Service and Dependency Injection طيب يعني إيه الكلام ده خلينا نبتدي أول حاجة بال Services وحنفترض أن احنا عندنا ال Application ده ال Application يتكون من App Component وال About Component وال User Component وتحت User Component في User Detail Component وخلينا نقول أن احنا عندنا ميسود في ال Component دي زي الميسود اللي موجودة في ال About Component وفي ال User Detail Component الميسود دي كل وظيفتها أن هي بتعمل لوج ل Some Data في ال Component دي على الكونسول يعني أنا عندي داتا في ال About Component عايز أعمل لها لوج على الكونسول وعندي داتا برضو في ال User Detail Component عايز أعمل لها لوج على الكونسول وطبعاً زي ما لاحظت معايا أن الاثنين ميسود متشابهين بطريقة كبيرة جداً تقريباً هو نفس الكود اللي هيتكتب في ال About Component عشان نعمل لوج للداتا هو هو الكود اللي هنكتبه في ال User Detail Component عشان نعمل لوج للداتا على الكونسول برضو طب إحنا لو كتبنا نفس الكود مرة هنا ومرة هنا يبقى إحنا كده بنعيد كتابة الكود مرتين وفي ال User Component خلينا نقول إن إحنا عايزين أكسس داتا على سبيل المثال مثلاً ال Array of Users اللي موجودة عندي ومش متأكد إن أنا إذا كنت هحتاجي الكود ده في حتة تاني من ال Application ولا لأ وخلينا نقول إن في الحالتين الحالة اللي هي الكود بيتكرر فيها زي إن إحنا نعمل لوج للداتا على الكونسول في ال About Component وفي ال User Detail Component والحالة التانية اللي هي هنعمل Store للداتا زي في ال User Component الحالتين دول بنستخدم فيهم السيرفز ده مثال كويس أو هي ده استخدام السيرفز بنستخدمها في الحالات دي لشان السيرفز تعتبر جزء من الأنجلر كلاس إنت بتضيفه في ال Application بتاعك بيعمل إيه؟ بيشتغل ك Central Unit بتقدر إن إنت تعمل Centralization للكود بتاعك فيه وهنا هنستخدم سيرفز اسمها أو إحنا هنعمل سيرفز اسمها Log Service دي عشان تعمل Centralization للمسود أو للكود اللي بيعمل Log لصمداتا على الكونسول وهنعمل Create برضو لل User Service عشان نعمل Storage أو عشان نمانيج ال Storage اللي موجودة عندنا في ال Application زي هنمانيج ال Storage اللي موجودة في ال User Component خلينا نشوف ده في Application حقيقي علشان خاطر إن إحنا نقدر نفهم أكتر وكمان نشتغل بأدينا وكمانات النظر فاللعجل وكمانات النظر